طفل يبدو متألما من وخزة إبرة لكنه يحمل سلاحا على كتفه مفارقة غريبة ومؤلمة فهذا الطفل من ضمن الآلاف الذين أجبرتهم الميليشيات الإنقلابية في اليمن على حمل السلاح والقتل في انتهاك فاضح لحقوق الأطفال أطماع الحوثي لم تتوقف عند السيطرة على الحدود الجغرافية وإنما تعدى بانتهاكاته الحدود الأخلاقية الحوثي الذي يستغل المرجعية القبلية أو الدينية عند بعض الأسر الفقيرة يجند أبناءهم ضمن وعود كاذبة بالاكتفاء بهم ضمن فريق الحماية أو الدعم اللوجستي فبعد إلقاء اللجان الشعبية في عدن القفض على عشرات الأطفال ممن يقاتلون في صفوف الحوثيين الأمامية كشفت الأمم المتحدة الحقيقة حيث صنفتهم ضمن لائحة العر نظير انتهاكاتهم بالاعتداء الجسدي واللفظي وإرغام الأطفال على حمل السلاح فيما أصدر الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي قبل عامين قرارا جمهوريا يقضي بعدم تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة في الجيش أو الأمن لتكون الصورة بمثابة دليل إدانة صريح كون أن الأطفال الظاهرين في الصورة دون الثانية عشرة من أعمارهم أحلام الياقوب العربية